32 سنة هي فترة حياة أسطورة الكونغ فو بروسلي فترة قد تبدو صغيرة لكنها كانت كافية كي ينصب بروسلي نفسه ملكا في عالم الرياضات القتالية وبعد 40 عاما على وفاته لا يزال التنين الصغير كما كان يلقب محط اهتمام محبيه حول العالم في هونغ كونغ حيث بدأت الاحتفالات القومية بهذه المناسبة اجتمع المئات أمام نصب تذكاري لبروسلي حيث ذرفت أخته الدمعة تأثرا بالمشهد أشعر بالسعادة اليوم منذ 40 سنة غادرنا أخي الأصغر بروس لكن إلى اليوم الكثيرون حول العالم يحبونه أنا فخورة للغاية وأمام النصب التذكاري عرض نادي محبي بروسلي لوحة تشير إلى مراحل مهمة من حياته في المستعمرة البريطانية السابقة بروسلي مزيج من الوسامة والقوى الجسدية والقدرات القتالية والبطولة عندما كنت صغيرا كنت أتمنى أن أصبح مثله لقد شكلت حياته إلهاما لي في الأوقات الصعبة وأحياء لذكرى نفذ عدد من الأشخاص الكثير من حركات الكونغفو الخاصة به والتي كانت تقوم تحديدا على أسلوب وينغ شون الكونغفو خاصته كان رائعا وأنا أعشق روحه التي كانت تقوم على التطوير الذاتي والمثابرة وبعد أن واجهت الحكومة الصينية انتقادات عدة لقلة اهتمامها بإرث بروسلي افتتحت معرضا لأعماله يستمر خمس سنوات في مسقط رأسه في مدينة هونغ كونغ ويضم المعرض بدلة القتال الصفراء التي ارتداها بروسلي في فيلم لعبة الموت وعددا من أشعاره ومفكرته الخاصة بالإضافة إلى مئات من صوره العائلية أكثر ما أتذكره هو ذلك الاتصال مع طاقته عندما كان ينظر إلي كنت أشعر بالقوة كان ودودا ومحبا ربما كان أبا صارما لكنه كان ينزج الصرامة بالمحبة بروسلي ولد عام 1940 في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية لأبوين من هونغ كونغ وهو في قمة شهرته السينمائية مات بروسلي في سن الثانية والثلاثين وكان أكثر أفلامه شهرة عودة التنين الذي بدأ عرضه بعد ستة أيام من وفاته عام 73